السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء طلاب الصف الثاني في مدارس هبطلاء أسعد الله أوقاتكم اليوم بإذن الله سوف نأخذ درس جديد من مادة العلوم المادة والطاقة عنوان درسنا لهذا اليوم المادة والطاقة قبل أن نبدأ بهذا الدرس نستذكر سويا ما أخذناه في الحصة السابقة أخذناه في الحصة السابقة يا ثاني تحولات المادة ذكرنا في الحصة السابقة أن المادة تتحول من حالة إلى أخرى إما بالتسخين أو بالتبريد التحولات المادة يا ثاني كانت في التسخين هي الانصهار والتبخر وفي التبريد التجمد والتكاثف أما اليوم بإذن الله سوف نبدأ بدرسنا لهذا اليوم وهو المادة والطاقة هل يستطيع يا ثاني الإنسان العيش أو البقاء بدون غذاء؟ طبعا لا يستطيع إذن لا يستطيع الإنسان يا ثاني العيش بدون غذاء وأيضا المروحة هل المروحة يا ثاني تقدر أن تتحول من أو أن تدور وتتحرك بدون كهرباء؟ بالطبع لا إذن الماء المروحة لا تستطيع أن تتحرك بدون كهرباء والإنسان أيضا لا يستطيع العيش بدون غذاء في البداية يا ثاني سوف نتعرف على الطاقة ما هي الطاقة؟ هي القدرة على الحركة والقيام بعمل ما؟ إذن الطاقة هي القدرة على الحركة والقيام بعمل ما؟ أهمية الطاقة يا ثاني للطاقة أهمية كبيرة طبعا تحتاج الكائنات الحية إلى الطاقة حتى تبقى وتعيش إذن الكائنات الحية يا ثاني الإنسان الحيوان النباتات تحتاج إلى الطاقة حتى تبقى وأيضا يا ثاني الطاقة تجعل الأشياء تعمل وتتغير بدون طاقة الأشياء لا تعمل وأيضا لا تتغير أما في الطاقة الطاقة تجعل الأشياء تعمل وتتغير والكائنات الحية أيضا لا تستطيع العيش بدون طاقة لنتعرف يا ثاني على أشكال الطاقة للطاقة طبعا أشكال كثيرة منها الحرارة الحرارة يا ثاني هي طاقة تسخن الأشياء الحرارة طاقة تسخن الأشياء وأيضا يا ثاني الحرارة لها دور كبير في بعض تحولات المادة ذكرنا في الحصة السابقة أن المادة تتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة وأسمينا ذلك بالانصهار أحسنتم وأيضا يا ثاني تتحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية بالتبخر طبعا هذا بالتسخين هذا كان بالتسخين إذن الحرارة يا ثاني هي طاقة تسخن الأشياء ولها دور في بعض تحولات المادة أما يا ثاني من أين نحصل على الحرارة؟ نحن نحصل على الحرارة من الشمس المصدر الرئيسي للحرارة طبعا وأيضا من احتراق الغاز ومن احتراق الخشب أو الفحم إذن نحن نحصل على الحرارة من الشمس ومن احتراق الغاز ومن احتراق الخشب وهذه نسميها يا ثاني مصادر الحرارة والشمس هي المصدر الرئيسي والطبيعي طبعا للحرارة الشكل الثاني يا ثاني من أشكال الطاقة هي الضوء الضوء يا ثاني هي طاقة تمكننا من رؤية المواد من حولنا إذن الضوء هو طاقة تمكننا من رؤية المواد من حولنا من مصادر الضوء يا ثاني الشمس والنجوم إذن من مصادر الضوء الشمس والنجوم إذن لنكرر الضوء هو طاقة تمكننا من رؤية المواد حولنا ثاني لو تخيلنا طبعا ذكرنا ذلك في الحصص السابقة لو تخيلنا أن الحياة بدون ضوء هل نستطيع أن نرى الأجسام من حولنا؟ بالتأكيد لا لا نستطيع أن نرى الأجسام من حولنا فالضوء هو شكل من أشكال الطاقة يساعدنا على رؤية المواد والأشكال من حولنا انظر إلى هذه الصورة يا ثاني لدينا غاز، غسالة، مكوى، تلفاز، مكنست كهرباء كل هذه يا ثاني كل هذه الأجهزة هل تستطيع أن تعمل لوحدها؟ بالتأكيد لا طيب ماذا تحتاج هذه الأجهزة حتى تعمل؟ أحسنتم ممتاز إذن تحتاج إلى الكهرباء كل هذه الأجهزة تحتاج إلى الكهرباء حتى تعمل ممتازين أحسنتم يا ثاني طيب الكهرباء أيضا هو شكل من أشكال الطاقة والكهرباء طاقة تعمل بها كثير من الأجهزة وتضاء بها المصابح إذن ماذا نستفيد من الكهرباء؟ نحن نستفيد منها أن الأجهزة الموجودة في البيوت والموجودة في العالم بشكل عام يعني طبعا هذه الأجهزة تعمل بالكهرباء وتضاء أيضا بها المصابح إذن الكهرباء نضيء المصابح بالكهرباء وأيضا تعمل بالكهرباء كثير من الأجهزة انظر إلى هذه الصورة يا ثاني ما الذي يحرك القارب؟ أحسنتم الذي يحرك القارب الرياح والماء المتحرك ثاني الماء البحر يعني البحر بشكل عام هو الماء الذي يوجد فيه هو ماء متحرك هو الذي يحرك القارب وأيضا الرياح تحرك القارب إذن الرياح يا ثاني شكل من أشكال الطاقة والماء المتحرك أيضا أو المياه الجارية برضو من أشكال الطاقة إذن للرياح والماء المتحرك طاقة تحرك الأشياء وأيضا يا ثاني المراوح الهوائية الرياح تحرك المراوح الهوائية فتتولد لدينا الكهرباء إذن يا ثاني تحرك الرياح المراوح الهوائية فتتولد الكهرباء أيضا يا ثاني من أشكال الطاقة الصوت الصوت هو شكل من أشكال الطاقة ذكرنا في الحصص السابقة أيضا أن الصوت ينتج من اهتزاز الأجسام ويمكننا طبعا من سماع ما يدور حولنا إذن الصوت هو شكل من أشكال الطاقة ينتج من اهتزاز الأجسام ويمكننا أيضا من سماع ما يدور حولنا انظر يا ثاني إلى هذه الصورة هيا ساعدني لنوصل كل شكل مع شكل الطاقة الذي يتعلق به الصورة الأولى لدينا صورة فحم محترق أو خشب محترق أحسنتم يا ثاني هذه الصورة نوصلها مع الحرارة ممتازين الصورة الثانية هي مراوح هوائية مراوح هوائية أحسنتم مع الرياح الصورة الثالثة صورة مصباح كهربائي أو مصباح بشكل عام هذا المصباح يا ثاني ماذا يعطينا؟ أحسنتم يعطينا الضوء وصورة السماعة مع الصوت أحسنتم رائعين يا ثاني لننتقل إلى صفحة ثلاثة وستون من كتاب الطالب لدينا سؤال في نهاية الصفحة ما أهمية الطاقة؟ ذكرناها في هذه الحصة أهمية الطاقة يا ثاني تجعل الأشياء تعمل وتتغير وأيضا الكائنات الحية تحتاج إلى الطاقة حتى تبقى وتعيش دونها في كتابك لننتقل إلى صفحة أربعة وستون السؤال الأول الفكرة الرئيسة ما أشكال الطاقة؟ وما أهميتها في حياتنا؟ طبعا أشكال الطاقة يا ثاني هي الحرارة والضوء والكهرباء والرياح والماء المتحرك وأيضا الصوت ما أهمية أشكال الطاقة هذه في حياتنا؟ تجعل الأشياء تعمل وتتحرك إذن أهمية الطاقة تجعل الأشياء تعمل وتتحرك السؤال الثاني أصل الصورة بالمفردة التي تعبر عنها فيما يأتي الكهرباء يا ثاني أحسنتم نوصلها مع صورة الغسالة والحرارة أيضا مع صورة الشمس الموجودة لدينا لأنه مصدر من مصادر الحرارة والماء المتحرك مع صورة البحر الذي يوجد فيه قارب أحسنتم يا ثاني سؤال رقم ثلاثة أصنف المواد الآتية إلى مواد عازلة للحرارة ومواد موصلة للحرارة لدينا الزجاج النحاس الهواء الحديد البلاستيك الزجاج يا ثاني هو مادة عازلة للحرارة أحسنتم النحاس مادة موصلة للحرارة رائعين الهواء مادة عازلة والحديد مادة موصلة والبلاستيك مادة عازلة أحسنتم يا ثاني لننتقل إلى سؤال رقم أربعة إذا كنت خارج البيت وشعرت بالبرد كيف يمكن أن أعتذر؟ إذا كنت خارج البيت وشعرت بالبرد كيف يمكن أن أدف يدي؟ كلنا نعلم هذه الطريقة يا ثاني هي طريقة الاحتكاك نعمل على حك اليدين ببعضهما فيتولد لدي حرارة إذن بالاحتكاك تتولد حرارة إذن الإجابة بالاحتكاك تتولد الحرارة دمتم بحفظ الرحمن انتهت الحصة إلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله أحبكم جدا إلى اللقاء يا ثاني